ما هو أصعب مباراة لعبتها في كسر العرب؟ المباراة الشعيرة اللي أنا منساها اللي إحنا خسرنا فيها أربعة من باتشوك باتشوك والمكسيكي المكسيكي إحنا خسرنا فيها ساعة أربعة وأنا هناك في اليابان فهذا كانت مباراة بالنسبة لي صعبة جدا صعبة أفاك المواجه ده كان لقالي جاء كسريني اثنين وبعد كده خسر أربعة خسرنا أربعة صعبة مباراة غريبة فعلا كنا ماشيين بشكل كويس بس يعني المباراة دي عارف ما تعرفش السيناريو كان ماشي زي بس خسرنا أربعة آه يعني تحس اللي إنت مش كل حاجة فكت يعني كل حاجة كانت ربطة كويس فرقة حلوة هاوي لكن عنده فرقة سيطة حلوة هاوي هاوي وفجأة فكت أوه يعني أعرف كان دي أوف بالنسبة لنا بوزت خالص بوزت خالص ذكرة حلوة تفتكرها في كسرها من عند إياه سواء كنت موجود أو لأ بص أنا روحت اليابان مرة واحدة آه كنت قابلها في ناجزة ملك لكن أنا لما جيت النادي الأهلي روحت مرة واحدة آه يعني أقول لك إيه؟ البلد ذكرة حلوة البلد بس البلد نفسها البلد نفسها كانت اليابان آه اليابان اليابان طب الجو كانت سعى بس البلد حلوة شخص موقف معلقة في النادي الأهلي في اليابان لا كان الهزار بقى بركاته وأحسام عشوره كان فيه موقف كتير حلوة طبعا ساعد معاكو؟ لا ساعدة مكنشوان كان لسه صغير كان بيتمرق معنا آه يعني كان ساعد عمر وردة عمر جمال شهاب شكري كان ده الجيل اللي كان أيمن أشرف بس ده كان الجيل اللي كان لسه صغير قبل ما نسيبك يا ساعة من لدي لازم تقول لي موقف مع بركاته وأحسام عشور بس حاول تقول موقف من المواقف اللي انت موضعش بس يعني مش هافصحانا قوي احنا خرجنا وتخصم مننا فلوس بعد المورا احنا فصرنا فيها بتاعت باتشوكا دي آه فخرجنا بالليل وتخصم مننا فلوس انت وبركاته وعشور لا بركاته ما كان شمعاته انت وعشور قلت انا وعشور وسامير وأحمد عدل عمنا وحسين ياسر محمدي الله خرجنا فانت في عز ما انت خصران آه خرجنا فخرجنا هربنا بالليل من المعسكر آه وتعرف وبعدين اتخصم مننا يعني فلوس آه اه مرة اسمعك قصة دي ايه مش هتسمعك ايه اتو زعلتو جامد زعلنا يعني احنا خرجنا آه أو هربنا بشكل عامي يعني وانت خصران لها بقى انت كسبان انا دلاتي بقى بأتكلم ايه يلا خلاص انا برا دلوقتي مينها هيعاكمني تاني يعني خلاص لها ساعتها خدوا قرار وتعاكمنا ساعتها مدين بس بل لو انت كسبان برضو كنت هتعاكم بس ما كانش هيبقى الموقف كان هيبقى صعب والله يلا بقى بالصراحة كمان بالمرة بقى لما كنت بتكسم كنت بتهرب كم مرة بك لا لا احنا بص احنا يعني خرجنا كده جت يعني عارف زهانين وخصرانين زعلانين متنكد بقى زعلانين فبعد العشرة طلقي انا فالشيطان بقى عارف انت يلا يلا فقولنا حب استطلع عايزين ننزل نشوف الدنيا ايه والبلد وبركات مكنش معاكم لا لا بركات بس بركات اللي قالوكو هربوا لا لا او بركات اللي يبلغ عنكم لا لا بركات مكنش في الحوارة خالص لا احنا كنا العصابة بتاعتنا والناس كل عارفة العصابة دي الشلة دي كان حد يقولني بركات عنده الشخصية اللي هو ايه هيوديك في حتة وانت تروح معاك دي حاية دي حاية لا بس ده شخصية عسل يعني طبعا نجم النجوم نجم النجوم ده ملك الهزار ده خلي بالك بس هو عنده بيعرف يفصل يعني عارف ببرا الملعب تلاقيه حد يعني مش عايز اقولك بس ينزل الملعب يفصل بقى مفيش هزار مفيش يعني عايز اقولك احنا كنا بنعمل كل حاجة في المعسكرات والسفريات وبنهزر وبندحك وبنعمل حاجات يعني مش عايز اقولك ايه ما تتصدقش